انا في الشدة والخريف طبعا انت عارف البشرة بتاعتنا بتختلف بقى. وناس كتير بقى بشرة بتبقى مفيش نضارة فيه تحسل هو فيه كده يقولك يا عم اشرب مية. يا عم اشرب كل جرجير كتير. يا عم اكل. والمهم الواحد بيعمل ده. وبرضو بيجي فصل الشدة او الخريف الواحد بيحس بحاتان في البشرة. النهاردة انت بتقولي لي انا هعالج لك ده كده سحري. طب قولي لي بقى ايه اللي ممكن اقدر استخدمه منتجات سلة تقدر تفتني انا كمامدوح وغير الممشاه بص انت قلت ايه هنعالج. اه. احنا مش هنخبي ولا هندير. حلو. يبقى انا عندي النهاردة منتجات سلة بتعالج كل المشاكل بتاعت البشرة ومشاكل الشعر. وزي ما انت قلت للبي والهنج يعني المنتجات هو وهي. الاتنين يستخدموها مع بعض. تمام. وبرضو العروض هم اتنين يستخدمونها. ده لا ده مهم. العروض دي اهم ما في الموضوع هنا في البي والهنج. تمام. فالنهاردة احنا ليه بنقول ان احنا دايما بنعالج لان احنا دايما بنبدأ بالعلاج. العلاج ان هو اي حد مثلا عنده بهتان او عدم نضارة او تصبغات او اكسادة او اي مشاكل في البشرة بيبقى تايما راجع ان هو عنده نقص فايتامين معينة. حلو. يبقى انا عشان خاطر اعالج هعمل ايه? هعوض النقص ده. اكيد. بمكمل. يبقى انا اول حاجة عندي في الالاج ان انا عندي مكمل غزائي. اي عناصر غزائية الجسم فقدها انا النهاردة هديها. انا كده اسست صح. اسست صح. يبقى انا من جوا لبر. حلو. عشان ما بقاش بعالج من برة تمام او بداري من برة وعندي الاساس في البطن مش سليم. حلو جدا. عندي مشاكل مسلا في النضارة لا انا عندي الاوب تسابغات عندي اصار حبوب علي ندبات عندي. عندي اعلمات عندي تجاعد. عندي اي مشاكل. عندي اجسادة كل الكلام ده يبتدي تعالج عندي بكرس سلة للبشرة. حلو اول. انا شاف الله اكبر في كزا حاجة ب Reg We drain. تعالين يبتديها من الأول عشان تبتدي من جوه العقل السليم في الجسم السليم فالعالين يبتدي من جوه البطن إيه أول حاجة قدر أستخدمها هنا في المنتج بتاعنا زي من الراجل أقرب طريق لإيه؟ قلبه معداته معداته معنى خليها قلبه معداته فالنهاردة أقرب طريق للجمال المعدن أنا وأنا أكل كويس ونظامي كويس وبتدي إن أنا حياتي والمعادن والفايتمز اللي عندي كويسة كل المرايا اللي برا دي هتبقى كويس حلو يبقى أنا النهاردة عندي مكامل غذائي فيه زينك فيه كالسيوم فيه فوليك أسد حديد فيه كولوجين فيه بايوتين فيه زينك فيه فايتامين A وB وC وD وفيه أحمد أمينية وفيه أوميجس 3 فيه كل العناصر وفيه كولوجين كل العناصر اللي الجسم محتاجها للأظافر للجلد للبشرة للشعر ده أول العضلات كمان وليه العضلات؟ الوتي دلوقتي كله ينفع للجسم كله بس هو يعني مقوي عام حلو جدا ماشي فأنا النهاردة عليكت بـ 90% قصة من المشاكل للجسم تمام جدا خلاص لأسان جوه عندي بقى سليم نرجع بقى عندي كريم ترتيب وتوحيد للون البشرة وتفتحها ماشي تمام خلاص أنا رطبت وفتحت أبتدي بقى أغذي البشرة بديها سيرم بديها السيرم السيرم بيغذي البشرة طبعا الكريم الأول يعني أول حاجة اللي قدامنا هي اللي لونها أصفر فاضيع بيك الكريم بيعمل ايه بالضبط يعني يعني هل بيشيل بقى الحاجات الهالات السوداء او بيشيل اي حد عنده هالات سوداء اي حد عنده نمش اي حد عنده صبغات بشرة بتتأثر يعني البنات اللي بينزلوا الجامعة الصبح ودائما عندهم لون ولون من الطرحة ايوه تمام الناس اللي بقى ديها مثلا بتتأثر من الشمس الناس اللي عندها علامات سوداء في رقابتها الناس اللي عندها غمقان في الـ Under Arm شفت كل علامات الأجسادة والتصبق أنا عندي كريم سيلا بيعليجها حلو بالاستخدام المنتظم دي حاجة سحرية دائما أقول بالاستخدام المنتظم بالاستخدام المنتظم اه يعني الواحد يستخدمه كم مرة كده في اليوم؟ ممكن من مرة لمرتين في اليوم الناس اللي عندها تصبغ شديد او عندها تصبغ قلاص ابتده يبقى فيه لون هاستخدامه مرتين الناس اللي عايزة ترطب وعايزة تقلل الوصول للتصبغات دي تاخده مرة واحدة يوميا طب مش هيعارض بقى لو انا هحط الكريم وانزل اروح شغلي مش هيعارض لما هحط الكريم واي خش نام لا مش هيعارض معي يعني عادي في اي وقت اه هو ترطيب احنا لو اتكلمنا عن مكوناته يا ممضوح فانا عندي فيه كوليجن عندي فيه بانسينول عندي فيه جريسلين عندي فيه زيت وارد عندي فيه حاجات قوية جدا وهي مستخلص للأرقسوس اول كوليجن ده بيعمل بقى للبشرة بيدي ترطيب بيدي توحيد بيدي مجدد للخلايا بيدي بتخلي بشرتك اصغر عشر سنين لا حلوة قوي لا يعني الفكرة نفسها حلوة اوفر اول لانا انا هعالج بشريتي احنا النهاردة في المجموعة سلة للبشرة اكيميا استخدمت خمس ستة منطقات ياه ماشي ده احنا هكده رقم اثنين رقم تلاتة السيرم 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 دايما نقول ايه السيرم بيحمي السيرم ده خط دفاع بتاعي بحمي من اي مشاكل ممكن البشرة تتعرض لها بحميها من الشمس بحميها من اي حاجة فيها مادة قوية جدا وهيان ريتينول ريتينول دايما يقولك قاعدة النضارة ترتيب ترتيب ريتينول ايه ريتينول ده بيعمل ايه ده حاجة حلوة جدا دايما تلاقي بسلا الشباب في سنه صغير عندهم مسام واسعة او حفر في بشريتهم او اثار ندبات حد كان عنده حباية رخبة بتاع المناسبة يعني هرشها او بتتسابق اثار الناس اللي كان عندها مثلا اثار جارح اي حاجة محتاج الريتينول ليه لانه ريتينول مجدد للخلايا بيخلي الخلايا تتجدد فلو اي حد عنده سكار في المكان في البشرة او اي حد عنده اثار حبوب او اي حد عنده مسام واسعة بتبتدي تتلم او تقفل فبتخلي افرطات الدهون عندي يقل فنقدر النهاردة اقول ان السيروم بيقل الظهور كمان الحبوب طب اللي عنده تعبيرات وشه غليزة كده زي بسبب العارفة يعني الريتينول والكوليجن وكمان في الهيلورونيك اسد ايه ده يعني هيداري الكلام ده بقولك ايه سحري عنده لا الله طب قبل ما نخش على حاجة تانية ممكن تكلمين بقى على عارض عشان احنا في اول كلامنا كده سمحت من الكلماتين حروين قبل ما نشتغل فايه بقى لا الاستوك عندنا خلص بسبب عروضة جديدة الحمد لله فاضل ونعمل الحمد لله انا مبسوط انا مبسوط منكم اوي والله ماشي يوانا النهاردة عندي عارض لكل بي والكل هاني مجموعة سيلا هو وهي دايما نقول مجموعة هو وهي تمام اللي هياخد عارض البشرة هياخد عليه عارض الشعر الدين الله احنا هدفنا الجمال وكلنا نجرب عارض البشرة سانية ماتلا بقى تكونيش في الكلام اه لا عارض البشرة عليه عارض الشعر الدين اه يعني وانا خدت عارض الشعر ناخد البشرة دين هو دا الكلام هتحلوه هتحلوه انا عرفت اجبها ازاي يعني الموضوع منتهي لعسل الموضوع منتهي يعني كده كده شعر هيب شكله حلو وفي نفس الوقت بشرة تبقى حلوة وهي في الوقت احنا عملنا ايه؟ مكمل غذائي كامل لكل عملية الجمال دا الفيتاميز الاساسي اللي هو بيعمل كل الكلام ده طيب نخش على الشعر حبيبي دا ماشي نبتدي بايه بقى بالشعر يعني انا انت عارفة اللي احنا كارجالة عمليين شوية ما عاملش داعوا بالهواني من الهواني بدول عندهم ترتيبات وحاجات انا باستخدرك دي ستان بخوس اه في ستان بطاعت ساعتين تلاتة تحط حاجات فوق حاجات فوق حاجات وتيكي تحط على الريحة دي وترغس لها طبعا انت اصلا اللي بقعتك ساعتين تلاتة بتعملي كده انا اعمل ايه ببتدي استخدم ده ازاي كست شعرها بيقع انت عارفة طبعا ايه اما فترات الحامل ايه اما في السن واحدة بتكبر اوقف المرقة اوقف الخريف اللي احنا فيه دباب باتي موسم تساقط الشعر بيقع كتير قوي الشعر بيقع كتير قوي الشعر نفسه تحس اللي هو بقى مجعد كده بقى اللي هو مش مبسوط مش قادرة تسراحه زي زمان تبتدي تعمل ايه الخطوات بقى و ايه المحتوى بتاعني مش نتكلم ان انا عندي تساقط طبيعي من خمسين لمية شعرية في اليوم اكثر من كده يبقى انا عندي مشكلة ممكن بقى اغير الشامبو بتاعي ممكن ااخد مكمل غذائي اضبط اكلي عشان اشوف هل المشكلة تغير معي اتحال معي ولا لا فهنا النهاردة عندي ايه الشامبو طبعا احنا في الشتة ودخلنا على الشتة وممكن الناس كتير بتستحاموا مية سخنة قوي فمية سخنة غير ان هي بتقصة فهي كمان بتعمل قشرة ايبا انا عندي شامبو سلة هيبتدي ينظفلي الفروة فهيبتدي يشلي القشرة وفي نفس الوقت هينشف الشعراي احنا الشامبو الوحيد في مصر يا منظور اللي هو هيتشيل القشرة وفي نفس الوقت هيرط حلو قوي قوي